معظمنا يعيش في بيئة إسلامية فنخالط يوميا إخواننا من أهل ديننا فالسؤال الذي يطرح نفسه هل نسلم على كل أخي مسلم نلقاه؟ اختبر نفسك كيف تراها في هذا الأمر؟ فقد شرع الله عز وجل السلام ليكون علامة محبة وتواصل بين الناس فيسلم الصغير على الكبير والغني على الفقير ويفش السلام بين العربي والأعجمي والأبيض والأسود فنسلم على من عرفنا ومن لم نعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم فإفشاء السلام يقول علاقات بين المسلمين وينشر بينهم الألفة والمحبة والتكافل ويزيل من قلوبهم الأحقاد والضغاء ويوثق عرى الأخوة بينهم ولكن للأسف الشديد أصبحنا نسلم على من نعرفهم فقط فأصبح الرجل لا يسلم إلا على من يعرفه ويدع السلام على من لا يعرف مع أن السنة أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف وهذا الشيء هو من علامات الساعة فقد ورد في الحديث عن أبي الجعد قال لقي عبد الله رجل فقال السلام عليك يا ابن مسعود فقال عبد الله صدق الله ورسوله سمعت رسول الله عليه السلام وهو يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وفي الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف فلا بد لنا أيها الأحبة أن نفشي سنة السلام فيما بيننا لننشر في مجتمعاتنا روح المحبة والمودة والبئام والسلام هو عهد وأمان على من سلمت عليه فإن سلمت على أحد فينبغي أن تحفظ هذا العهد وتصونه حتى لا تكون ممن ينقض عهده ويخونه أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد